اهلا بكم معكم الدكتور تامير والنهاردة هنتكلم عن الهيبر اسمولار هيبر بلايسيميك استيت نقدر نقول عليها مجازا النوع التاني من غيبوبة السكر المرتفع في الحلقتين اللي فاتهم اتكلمنا عن انخفاض السكر وعن دي كي اي او غيبوبة السكر المرتفع تقدر تشوف اللينك بتاعهم النهاردة هنتكلم عن المشكلة الثالثة اللي هي اتش اتش اس وايه الفرق بينها وبين الدي كي اي الفكرة في الاتش اتش اس ان في انسولين لكن المقاومة للا انسولين كبيرة اكتر منها انسولين دي فيشنسي فكمية اللين موجودة بتكون كافية ان هي تمنع تكسير الظهون وبالتالي ما بيمنط أيضا توليل ماج violations مفيش كيةونات كتير زى الدي كي اي اي ومافيش كيةونوريا, لكن كمية الانسولين دي بتكون غير كادرة على خفض مستوى السكر فبلاقي سكر عالي غالبا أكتر من 600 ميلي جرام بردي سيليتر فالفرق بينها وبين الدي كي إيه إن الـ HHS غالبا بتيجي في مرضى السكر من النوع التاني لأن زي ما احنا عارفين بتبقى مشكلتهم أكتر إنسلين ريزيستنس كمان نسبة حدوث الـ HHS أقل كتير من الدي كي إيه لكنها أخطر وبنسبة وفيات أعلى لو جينا نشوف إيه هي أسباب الـ HHS هنلاقيها قريبة كتير من أسباب الدي كي إيه ممكن لو عيان ما بياخدش سوال كفاية زي مثلا راجل عجوز في السن وما بقاش حد قاعد معاه كويس وما بقاش يشرب مية كفاية أو مثلا واحد متخلف عقليا أو زي اللي موجودين في الشوارع فما بياخدش كفايته من السوال بالإضافة طبعا إنه مريض سكر بعد كده أي ميديكل أو سيرجيكال استرس ممكن يعمل HHS يعني لو عيان جاله جلطة في القلب ممكن يجيله HHS لو عيان جاله استروك لو عيان جاله التهاب رئوي لو عيان جاله UTI أو أي عدوة في الجسم عموما ممكن يدخل في HHS لو تعرض لحروق شديدة لو تعرض لحادثة لو كان عنده فشل في القلب أصلا congestive heart failure لو عنده مشكلة في الكلا لو جاله نزلة معاوية وبدأ يفقد سوال كتير كل الحاجات دي ممكن تدخل العيان في HHS كمان بعض الأدوية زي الأدوية دي ممكن تدخل العيان في HHS أما بالنسبة للأعراض فـ HHS أعراضها زي أعراض دي كي إيه ممكن العيان ييجي بقيء ممكن غسيان ممكن ألم في البطل ممكن ارتفاع درجة الحرارة لو كان السبب إنفكشن أو عدوة ممكن حالة ضعف عام ممكن فقدان الإحساس في نص جسمه وفي الحالات الشديدة ممكن يحصل تشنجات وممكن تحصل طبعا غيبوبة كاملة وبرضو العيان ده لما أنت تشوفه هتلاقي في حالة جفاف شديدة هتلاقي فيه Decreased Skin Terger تيجي تمسك الجلد زي ما قلنا تلاقيه ما بيرجعش تاني بسرعة لأن في حالة جفاف شديدة تلاقي Dry Skin and Mucos Membranes سرعة ضربات القلب سرعة التنفس انخفاض ضغط الدم Decreased Urine Output يعني ما بقاش يخرجبه الكفاية من حالة الجفاف اللي موجود عنده وممكن تلاقيه طبعا تايه أو ممكن يكون في غيبوبة كاملة طيب ايه العيان جاء لك وانت عايز تشوف فحوصاته عشان تعرف هو HHS ولا DKA تعمله فحوصات A وتفرقهم ازاي عن بعض اولا طبعا هتقلس السكر اللي غالبا اكتر من 600 بعكس DKA اللي ممكن يكون من اول 250 وانت طالع تقيس السيروم اسمولاليتي اللي هتلاقيها اكتر من 320 تقيس له البي اتش تلاقيها اكتر من 37 من 10 بعكس DKA اللي لازم تكون اقل من 37 من 10 تلاقي البي كارب اكتر من 15 بعكس DKA اللي اقل من 18 او في الغالب اقل من 15 تيجي تعمله سيروم كيتونز تلاقيها نورمل او ميلدلي إليفيتد يعني مرتفع حاجة بسيطة لكن مش شديدة هناك في DKA لازم يكون في ماركت كيتونيميا وكمان كيتونوريا لكن هنا في ال HHS مفيش كمان كيتونوريا لما تعمله تحليل بول ما تلاقيش كيتونوريا كمان لما تعمله ال ABG وتحسب له الانايون جاب تلاقيها نورمل بعكس DKA اللي بتطلع هاي انايون جاب وطبعا الفيديو ازاي تقرأ ال ABG موجود اللينك بتاعه تحت لو عايز تشوفه لان طبعا الحاجات دي كلها بنعرفها من ال ABG او غازات بالدم عن طريق الشريان بعد كده السوديوم ممكن تلاقيه عالي ممكن تلاقيه منخفض البوتاسيوم ممكن يكون عالي ممكن يكون منخفض وتعمله وظيف كلا لان ممكن حالة الجفاف دي تعمل حاجة اسمها رينا الشوت داون او فاشل كلاوي حاد ممكن كمان تعمله صورة دم كاملة عشان لو فيه انفكشور او عدوة هتلاقي لكن انت ممكن تطلب فحوصات تانية عشان تعرف ايه السبب اللي دخل العيان ده في ال HHS عيان ال HHS غالبا دخل فيها لسبب تاني غير السكر فانت لو شكيت مثلا ان العيان عنده جلطة في القلب تعمله طبعا ECG وكاردياك انزيمز لو انت شاكك في التهاب رئوي ممكن تعمله شست اكس ريي وتعمله سي بي سي وهكذا لو انت شاكك في ستروك يبقى سي تي برين اشعة مقطعية على المخ وهكذا اي مشكلة انت شايف ان هي اللي دخلت العيان في ال HHS تعمل فحوصاتها كاملة نتكلم على علاج ال HHS اول حاجة زي اي عيان ABC شوف ال Airway بتاعه مفتوح ولا لا بالع لسان ولا لا عايز يتركيب له تيوب ولا لا محتاج تعمله Head Tilted Shunt Lift ولا لا شوف ال Breathing بتنفس ولا لا جاهز تعمل انت CPR ولا لا شوف ال Circulation وال Vital Signs وتركيب كانيولا طبعا بعد كده نيجي لعلاج ال HHS خصوصا فعلاجها بيكون قريب من علاج ال DKA مع اختلافات بسيطة العلاج هنا في ال HHS على اربع محاور بس مش خمسة مفيش سوديوم بيكارب زي ال DKA Fluids انسولين بوتاسيوم وعلاج السبب والمضاعفات بالنسبة لل Fluids العيان بيكون في حالة جفاف شديدة فاحنا بناديه Fluids بكمية رهيبة وبنبدأ بال Fluids تصليح Fluids الوحده ممكن يصلح ال Hyperglycemia وممكن يصلح حالة العيان ككل فلازم ابدأ بال Fluids فانا بدي Normal saline محلول ملح عادي بمعدل 20 ميلي لكل كيلو جرام في الساعة شرب كده من لتر للتر ونص كل ساعة وممكن ازود شوية المعدل ده على حسب حالة الجفاف بتاعة العيان وعلى حسب CVB لو انا مركب CVB لكن مزيدش عن معدل 50 ميلي لكل كيلو جرام في الساعة ولما مستوى السكر ينزل لحد 300 بنضيف مع محلول الملح ديكستروز او جلوكوز 5% ثاني محور هو الانسلين الانسلين زي ما قلنا ما بنبدأش به بنبدأ بالفلوودز الاول ممكن الفلوودز تصلح ال Hyperglycemia كمان ما يفضلش ابدأ انسلين الا لما قيس مستوى البوتاسيوم برضو زي DKA لان انا لو لقيت البوتاسيوم اقل من 3 و3 من 10 مش هدي انسلين غير لما صلح البوتاسيوم طيب انا لو قصت البوتاسيوم لقيته يسمح ان انا هدي انسلين وديت في لوودز ولسه السكر عالي فانا هدي انسلين فانا بديه بريت 1 من 10 يونت لكل كيلو جرام في الساعة انفيوجن طبعا بانسلين حاجة مثلا زي الاكترابت ولما السكر ينزل لحد 300 بدي نص الجرعة دي ولما الحالة تستقر والعيان يرجع لطبيعته اوقف الانفيوجن وابدأ اديله سابكوتينيس انسلين او انسلين تحت الجلد تالت محور هو البوتاسيوم البوتاسيوم لو كان اقل من 3 و3 من 10 مش هبدأ انسلين غير لما ابدأ اصلح البوتاسيوم فلو كان مستوى البوتاسيوم منخافض اقل من 3 ونص فانا بدي من 20 ل 30 ميلي اكوفلنت بوتاسيوم كولورايد على كل لتر متعلق للعيان ده طبعا وبقيس البوتاسيوم باستمرار عشان اشوف اكمل ولا مكملش بالنسبة الباقي المعادن زي الفوسفات الماغنسيوم الكالسيوم غالبا مش بحتاجة اديهم للعيان لكن العيان لو في تيتاني او عنده شد عضلي او كرامبز ممكن اديله كالسيوم المحور الرابع والاخير هو علاج السبب والمضاعفات علاج السبب في حالة ال HHS محور رئيسي واساسي فلو العيان عنده MI نعالج طبعا ال MI او جلطة القلب دي لو العيان عنده ستروك يبقى المخو الاعصابي عالج للستروك لو فيه انفكشن قدي مضادات حيوية وتابع العيان وهكذا كل الاسباب اعالجها بشكل كويس لان من غير علاج السبب مش هيحصل علاج لل HHS وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير وشكرا ليكم